هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد مستر ديفيد ديفيس طبعا بيرفع الأحمال استعدادا لمواجهة فريق البنك الأهلي طبعا زي ما حضرتكم عارفين احنا فيه المرحلة التانية في دور المحترفين لكرة اليد فرقتنا الحمد لله ماشية بشكل جيد عندنا الموبرانة جاية مع البنك الأهلي مستر ديفيد ديفيس بيهتم ببنحة البدنية جدا وهو صرح قال انه رافع الأحمل البدن لفرقتنا استعدادا لمواجهة طبعا البنك الأهلي اللي هتكون الجولة التامنة من المرحلة التانية زي ما وضحت لحضراتكم في دور المحترفين للمسلم اللي احنا فيه ديفيد بيحاول يشتغل طبعا على الشق البدني لان ده مهم جدا عشان كمان احنا ندخلين على السوبر الأفريقي وأبطال الكوس الدوري وقف حاليا بسبب أسبوع التوقف الدولي وهيرجع طبعا يستأن في يوم الخميس القادم إن شاء الله وهيكون يوم 16 مارس كل التوفيق لفريق كرة اليد دخلنا في الجد عندنا إن شاء الله بطولة كأس الكوس الأفريقية أو السوبر الأفريقي وأبطال الكوس الأفريقية البطولتين هيكونوا في شهر مايو إن شاء الله عندنا موسم مليان بالنسبة لكرة اليد بطولتين مهمين هيكونوا عصالة طبعا الأمير عبدالله الفيصل بمقار نادي القليب الجزيرة بطولة منهم اللي هو السوبر الأفريقي يوصلك بطولة العالم اللي هيكون في المملكة العربية السعودية وأيضا هيكون فيه دوري أو أبطال الكوس اللي هتأهلك للسوبر للسنة اللي بعده بطولتين مهمين بيترتب عليهم تأهل لبطولات أخرى في الريتما زي ما قلت لحضراتكم بتصدق جدول الترتيب برصيد 20 نقطة بعد الفوز على كل من سموحها رايح جاي والتعادل مع فوز على سموحها رايح بس راجع التعادل معها في اسكندرية طلاق الجيش رايح جاي البنك الأهلي وسبورتينج والزمالك البنك الأهلي هنلعب مع المباراة اللي جاي هتبقى هي الراجع ان شاء الله يوم 16 مارس الخميس القادم كل توفيق لرجال كرة اليد في النادي الأهلي